موسيقى إذن حياكم الله من جديد عزاء المشاهدين في موضوع حلقتنا لهذا اليوم وهو العشر الأواخر من شهر رمضان المباركة هذه الأيام المباركة الكنز العطية من الله سبحانه وتعالى نصلت الضوء على أفضل العبادات فيها مع فضيلة المفتي الدكتور أحمد الكساس بحياكم الله من جديد دكتور حياكم الله دكتور ما هي أفضل العبادات التي يمكن يقدمها الإنسان في العشر الأواخر من رمضان غير الصيام لأن الصيام هو معروف يعني كتب عليكم الصيام لكن الأعمال التي يعني الزائدة التي نقدمها نعم يعني هذه العشر الأواخر هي غيدان للتنافس والسباق كما قلنا هي ميدان مضاعفة للمجد وميدان تفادي لمن قصر في رمضان حتى لو كان التقصير بأن أفطر في رمضان عامد متعمد ولو لم يصلي لا يقنط في هذه العشر هي ميدان التصحيح فلذلك الإنسان رب العالمين أتاح كل وسائل وصناف العبادات سواء بقيام الليل وهذا أبرز شيء بالقيام الليل أن يصلي ما شاء وحسب القدرة بالاعتكاف في المسجد أن تيسر له ذلك بالصدقة بالذكر بالجلوس والاستماع للحلقات الذكر والتعليم كل هذه الأمور وأبرز شيء أنه يمتنع عن المعصية في هذه الأيام إذن هو المسارعة بالطاعات بمختلف أنواع الطاعات قبل ذلك الامتناء عن المعاصي الامتناء عن المعاصي لذلك كل ما قدم الإنسان كل ما اعتبر أنه هذه الأيام كل دقيقة في هذه العشر الأواخر هي كنز دفين أو حاول أن أحصل على هذا الكنز فذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول السيدة عاشة رضي الله عنها كانت إذا دخل العشر الأواخر يتحكي حال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كل عام جدة وجد طبعا شو ساوي كمان هو أحيا الليل وأيقظ أهله فذلك العلماء يقولوا أيقظ كل من يطيق القيام يعني حتى أهله مش فقط هو لوحده يوقظ أهله معه لأن يقوموا الليل لمن يطيق ذلك وشد المئذر كناية عن اجتناب كثير مباحات للإنسان حتى لا ينشغل عن فضل هذه العشر فيجد فيها وينشط أكثر شيء فذلك ميدان العبادات كثير صلاة صيام صدقة ذكرات قرآن كريم أذكار كل هذه إن شاء الله تعالى فيها نفع نعم دكتور يعني فيه ناس بكون حالهم مع العشر الأواخر كحال النبي صلى الله عليه وسلم جدة واشتهد وأحيا ليله وأوقظ أهله وفيه ناس حالهم جوز يكون مثل حال أبو عارف خلينا نسلط الضوء على موقف من المواقف الحياتية اللي بعد برات الناس بتمر فيها خاصة في العشر الأواخر بعد ما بتتعب وما بتستطيع أنها تقدم أكثر خلينا نشوف الموقف الحياتي ونرجع نعلق عليه أبو عارف صح النوم شو شكلك كاين صهران مبارح أبو صلاح لا تحكي معاي بالمرة اليوم تراني مش شاء في الفضاء خير يا أبو عارف عسل ما شر نمت مبارح بعد صلاة الترويح وما صحيت على الصحور وحاس الدنيا تلف بي لف وراسي أبو عجعني ورجلي مش حملاتي بسيطة يا أبو عارف بسيطة النهار خفيف لطيف والأجر عقد المشق خفيف لطيف سق الله هو رمضان خالص يا رجل أي تخربطت مواعيد نومنا يا رجل وبعدين تغير نظام حياتنا ما هو أصلا شهر رمضان شهر التغيير وإنت خلال هالشهر تقدر تغير في عاداتك اليومية أي تغير يا أبو صلاح استوينا زي ما بقوله رمضان افراغ وعيد لا 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 يا أبو عارف ترى حرام نستهزئ بشعاء الربنا والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول رب كلمة يتفوه بها الرجل من صخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم سبعين خريفة استغفر الله العظيم بس رمضان في تعب ومشقة وخصوصا بالعشر الأواخر من رمضان صار الواحد يعد الأيام بالساعات بالعكس يا أبو العارف أصلا الخيلة العصيلة بتشد بالأواخر وبعدين شهر رمضان شهر العمل مو شهر الكسل أنت بتعرف أنه أيام الرسول عليه الصلاة والسلام صار فيه غزوتين بشهر رمضان عد على يدك غزوة بدر وفتح مكة صاروا بشهر رمضان شو بنا نعمل يا أبو صلاح بس تقليب النوم وتغيير نظام حياء أتعبنه المفروض أنت الآن تعودت على الصيام آخ يا أبو العارف ياريت لو كل السنة رمضان وحد الله يا رجل لا إله إلا الله الله يهديك بالعارف يعني دكتور مثل ما شفنا من حال أبو عارف بعد مرات في ناس يعني خلاص صير تحكي تتأفف من شهر رمضان وأنه متى يخلص وأنه هي تعبت بجوز يعني هناك في أسباب لهذا الموضوع ياريت لو تصلت لنا الضوء على هذا الموضوع تحديدا وخاصة بعض الناس اللي بيطلق بعض العبارات مثل اللي حكاها أبو عارف نعم يعني نموذج أبو عارف يعني هو نموذج لكثير أحيانا في المجتمع يعني ينظر إلى رمضان نظرة أنه شهر محنة أو عقوبة من الله عز وجل والأصح أن ننظر له نظرة أنه شهر امتنان من الله عز وجل ومنحة ربانية فيحمد الله تعالى الإنسان أولا أن أبقاني حتى أدرك شهر رمضان وخاصة هذه العشر الأواخر بذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول لو قيل الأهل الكبور تمنوا تمنوا قال لو قدر أن يتمنوا أهل الكبور مع أن هذه الأمنية غير واردة يعني ولا يستجاب لهم يعني بأمنياتهم بعد أن ماتوا قال لا تمنوا يوما من رمضان لماذا؟ لأنهم علموا حق رمضان وقدر رمضان في رمضان يكفي أن الإنسان إذا صام يوم في سبيل الله تعالى باعد الله تعالى بينه وبين النار سبيلا خريف وفي حديث آخر باعد الله تعالى بينه وبين النار مسيرة مئة عام يعني بكون بينه وبين النار في ذلك هذا الشهر هو منحة ربانية فلما أنظر إله أنه عقوبة هذا النظر نظر بكون نظر سلبي أحرم نفسي من هذه الأجور المتحصلة فلذلك لما أنظر لرمضان أكيد بدي أنا أحيي الليل أكيد بدي أنعص أكيد بدي أتعب أكيد بدي أعطش أكيد بدي يكون معي أمور استثنائية في هذا الشهر لأن هذه الأمور الاستثنائية هي التي تحصل الأجور للإنسان فكيف إذا ضمئ وتعب في الليل في قيامه هذه الأمور التي تتحصل من الإنسان الأجور وثم بعد رمضان يرجع الإنسان إلى الراحة والطمأنينة لكن في رمضان يجب علي أن يدرك هذا كنز دفين يجب أن أحرص على أن أستخرجه وأن أنال الفضل الوارد فيه نعم الله سبحانه وتعالى يقول أصبروا وصابروا ورابطوا يعني الأمر مش بالسهل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة ولكن الإنسان أحنا نحكي أنه دائما العبادات بروح تعبها وبيثبت أجرها عند الله سبحانه وتعالى يعني بجلس كل هذا التعب أول يوم العيد خلاص بنام نومة الظهر وبنتغدى منسف كل تعب رمضان سبحان الله بروح ولك أن نصمنا هذا الشهر وإن شاء الله أن الأجر بثبت عند الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان وخاصة في العشر الأواخر يكثر الاعتكاف والبساجد بتفتح وتنار القناديل وتستمر التراويح ويبدأ الاعتكاف في المساجد ما هي فضيلة الاعتكاف وما هي شروط الاعتكاف نعم الاعتكاف من أبرز العبادات تكون في العشر الأواخر وهي تطبيق لسنة الرسول سلم حيث كان يعتكف كما تروي النساء الرسول سلم وزوجاته كان يعتكف ويعتزل النساء ويعتكفي في المسجد والاعتكاف هو لبث في المسجد لبث في المسجد وخلوة مع الله عز وجل من يختلي بكل أنواع العبادات ويبتعد عن مشاغل الدنيا طبعا هذا في حق من استطاع ذلك من كانت لديه الأوقات لأن يعتكف لكن الإنسان أحيانا يكون عنده مشاغل أو مرتبط بعمل معين فيقوم بحسب قدرته فذلك الاعتكاف هو خلوة من أجل أن يصف الإنسان كل هذه المشاغل الدنيا حتى يخلو وتصفو ويقبل على العبادة بشكل و بنفس صافية فذلك الرسول سلم كان في العشر الأواخر يعتكف وفي المسجد وكان هذا فعل الصحابة بعده والتابعين بعده لماذا؟ لفضل الاعتكاف أن الإنسان إذا اعتكف خلصت عبادته وطرد كل مشاغل الدنيا الأخرى نعم ما هي شروط الاعتكاف في المساجد؟ شروط الاعتكاف إجمالا نعم هذا الاعتكاف في عباده ولها أركان من أركانها النية أنني عندما أدخل إلى المكان إلى المسجد وهو الركن الثاني المسجد أنوي نية الاعتكاف ثم بعد ذلك أن ألبث مدة في المسجد وفي مذهب الشافعي في سعة يعني أقل مدة للاعتكاف لحظة مع طمأنينة يعني عبارة عن ثواني لو دخل الإنسان ونوى الاعتكاف حسب له اعتكاف هذه المدة فذلك من السنة الإنسان إذا كل ما دخل إلى المسجد أن ينوي نية نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه سواء في رمضان وغير رمضان بل بعض العلماء في رمضان يحتالوا يعني جعل حيلة من أجل تحصل على أجور أعظم كيف؟ قالوا أجر الفرض في رمضان أعظم من النافلة فكانوا قبل ما يدخل إلى المسجد يقول نذرت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه فحول هذا اللبث إلى واجب فأخذ أجر الواجب في هذه الحالة أجر الاعتكاف أصبح واجب فأخذ أجر الفريضة في رمضان فلذلك أقل مدة لحظة استطاع لساعة مدة وجوده في المسجد ساعات أو أكثر هذا الركن الثالث الركن يعني الرابع هو المحتك في نفسه أن يكون مسلما أن يكون عاقلا لأنه اعتكاف المجنون لا يزئ وكذلك أن يكون مميزا الصبي غير المميز لا يزئ منه أن الاعتكاف فإذن أن يكون مسلما عاقلا مميزا وأن يكون الاعتكاف في المسجد وكذلك أن يلبث وقت وأن يكون بنية الاعتكاف حتى لو الإنسان دخل إلى المسجد ونسي نية الاعتكاف فله أن يستحضرها بالقلب أثناء الصلاة يعني هذه كمان يعني فرصة أنه نحكي عن الأجواء الروحانية في المسجد وفي ناس يعني بالمقابل ممكن يخربوا شوي على قضية الاعتكاف في المساجد للناس المعتكفين فتلاقي مثلا بيجي بصير المسجد عبارة عن ساحة معارك للأطفال وساحة ألعاب ببطل مكان للهدوء والراحة والسكينة والطمأنينية خاصة أنك أنت ذكرت بأنه الطفل يكون مميز لكن نحن مساجدنا بتلاقي المرأة بتيجي بتجيب أولادها الصغار معهم بيكونوا رضع وأحيانا بيكونوا مش نضاف مش طاهرين ممكن يوسخ داخل المسجد وأحيانا بيصير بتلاقي معارك بين الأطفال تحوّلت لساحة لعب كرة قدم فيعني شوي خلينا نتحدث عن ضبط هذه الأمور نعم يعني هذه مسألة حساسة وجزاك الله خير لإثارة هذه الجزئية لأنه كما كنا الاعتكاف وأحياء هذه الليالي من أجل أن الإنسان يخلو وتكون العبادة خاشة فلما يأتي الآن الصغار دون سن السابع على خاصة أطفال غير المويزين فهو بيعتبر أنه هذا مكان للعب فهو يعتبر أمر طبيعي أنا أكون ألعب وأعبث في محتويات المسجد وأشوش فهذا الأمر نقول لأولياء المور كونوا عون لإخوانكم بأداء هذه العبادة نجنب المساجد الصغار الذي لا يميز يعني فضل المساجد وحرمة المساجد فنبتعد نبعدهم الصغار الذين لا يميزوا لأنه في حال التشويش على المصلي حال التشويش على من يقرأ القرآن الكريم حال التشويش على من يدعو لذلك هذه المساجد ليست ميدان للعب أو من أجل أن الأم تصلي تترك الطفل مثلا هذا لا يعد عذر في هذه الحالة حتى أشوش على الآخرين المصليين لأنه التشويش على المصليين قد أكسب فيه إثم والصغير كما قلنا غير ملام لأنه لا يدرك حقيقة هذا الأمر هو غير بالغ غير مدرك لحقيقة أنه التشويش إثم فهذا خطاب لأولياء الأمور أن يضبطوا الصغار غير المميزين حتى أحيانا بيكونوا كبار فوق السبع سنين لكن بدهم ترباي يعني مش بس تمييز مع التوجيه طبعا بدهم ترباي وتوجيه ويعرف أنه داخل المسجد حتى يعرف ضوابطه وكيفية احترام المساجد المساجد عزائي المشاهدين نخرج إلى فاصل ثم نعود فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة